وتسعى الحراك الطلبي داخل الجامعات في عدد من الدول تضمونا مع فلسطين للمطالبة بصحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتسعت حالة الغضب اللي تمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة منها جامعات رائدة كجامعة هارفرد وجورج واشنطن ونيورك وارتفى عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى 1700 معتقل حراك طلابي غير مسبوق داخل الجامعات اتسعت رقاته في عدد من الدول تضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة يطالب بالأساس بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل من الولايات المتحدة انطلقت شرارة هذا الحراك الحاشد حيث بدأ طلاب رافضون للعدوان الإسرائيلي على غزة اعتصاما في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات طلاب توسعت حالة الغضب لتمتد إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة كجامعات هارفرد وجورج واشنطن ونيويورك ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا ونورث كارولينا وقد ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى ما يقرب من ألفي طالب لاحقا اتسعى الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة إلى جامعات في دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وسويسرا والهند وأستراليا حيث شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي ومقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية المشهد تكرر في دول أخرى منها المكسيك حيث نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو سيتي خياما أمام جامعة المكسيك الوطنية كبرى جامعات البلاد للمطالبة بوقف الحرب على غزة أما في أستراليا فقد تجمع مئات المتظاهرين في إحدى جامعات سيدني كما يخيم حاليا الناشطون مؤيدون لفلسطين منذ عشرة أيام قبالة جامعة سيدني وعلى الرغم من هذه الحشود الهائلة للطلاب حول العالم لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين والنازحين في مناطق متفرقة في قطاع غزة فهل ترقى تحركات الطلاب لمستوى يؤثر في مواقف صناع القرار في دولهم باتخاذ قرارات من شأنها التأثير أو حتى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب هذا ما ستكشفه الأيام القادمة